ما الذي يحدث في تعز؟ سؤال يتجدد مع كل حادثة ينتهك الأمن المنشود في المدينة الحالمة بالأمن جريمة قتل جديدة خلال أقل من 24 ساعة بالتزامن مع حوادث تسببت في إقلاق السكينة العامة وفقا لمصادر محلية في تعز فإن مجهول اعترضوا حافلة نقل بمنطقة بيرباشة وقتلوا الشاب عبدالخالق الحاج ولاذوب الفرار وفي جولة المسبح اغتال مسلحون الجندي في اللواء 170 دفاع جوي محمود الأعرج ولاذوب الفرار أيضا في ظل صمت الأجهزة الأمنية يأتي ذلك بعد يومين فقط على اقتحام مسلحين لمنزل التاجر حسين عبدالرب سنان مالك أحد المطاعم في بيرباشة وقتله ونهب أمواله اشتباكات متقطعة وإغلاق جزئي لبعض الشوارع وسط المدينة معطيات تشير إلى استمرار حالة الانفلات الأمني هكذا إذن تستمر حالة انتهاك الأمن في تعز والمواطنون وحدهم من يدفعون الثمن فيما قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ أولا ثم مسؤولي اللجنة والأجهزة الأمنية لم تتخذ حتى الآن أي تأجراءات حقيقية لبسط الأمن وفي ظل صمت ولا مبالاة ربما من الرئاسة والحكومة بما يحدث وكأن تعز فعلا قطاع منفصل عن نطاق الاهتمام وفي كل الأحوال سيبقى السؤال من المستفيد من استهداف أمن تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر